بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس كيميا 2-2 ماكم معلمتكم العنود الاعتابي أنه رحب أستاذ رغة الإشارة معاذ القرعاوي بإذن الله اليوم سيكون تطبيق مبدال الشتلية واسنكم من العامل الأخير وهو التغير في درجة الحرارة نحن في الباب الرابع في الدرس الثاني العوامل المؤثرة في الاتزان الكيميائي تعلمنا في الحصة الماضية التغير في الحجم والضغط عدد مولات المتفاعلات مقابل عدد مولات النواتج عندما تكون متساوبة في الطرفين أو مختلفة في الطرفين كذلك تأثير العامل المحفز وقلنا أنه لا يؤثر اليوم بإذن الله سيكون التغير في درجة الحرارة سنكمل هذا العامل ونختم العوامل بإذن الله اليوم كذلك تجربة التغير في موضوع الاتزان ثم بعد ذلك ملخص لهذا الدرس بالكامل وحل أسئلة التقويم إذن الدرس بعنوان العوامل المؤثرة في الاتزان الكيميائي فكرته الرئيسة عندما تطرأ تغيرات على نظام المتزم سيحاول أن يخفف من هذا التغير الجديد ويعطيني موضوع اتزان جديد الأهداف تصف العوامل المؤثرة والمتعددة التي تؤثر في الاتزان وهي أربعة تغير في التركيز، التغير في الضغط والحجم والتغير في درجة الحرارة والعوامل المحفزة تفسر كيف يطبق مبدال الشتلية في أنظمات تكون في حالة متزنة درسنا ثلاثة عوامل اليوم بإذن الله سيكون العامل الأخير سرعة التفاعل وهو التغير في تركيز المواد المتفاعلة أو تركيز المواد الناتجة في وحدة الزمن سيكون بوحدة مون لكل لتر من فردتنا الجديدة هي مبدأ لوتشتلية من هو لوتشتلية؟ هو عالم فرنسي وما هو مبدأ لوتشتلية؟ ينص على أنه إذا بذل جهد على النظام في حالة اتزان فإن ذلك يؤدي إلى إزاحة النظام في اتجاه يخفف أثر هذا الجهد والجهد المقصود فيه هو التغير الذي يؤثر في حالة اتزان في نظام معين وصلنا في العوامل للعامل الأخير وهو تغير درجة الحرارة عندما أقوم بزيادة درجة الحرارة أو عندما أقلل من درجة الحرارة زيادة درجة الحرارة وهو بعبارة نوع ماء تسخين أو يصبح الماء دافئ التقليل لدرجة الحرارة عندما أضعه في كوب من الثلج لنبدأ بسم الله تغير درجة الحرارة لاحظ عندي هذا التفاعل وما زلنا في نفس المعادلة وهي تفاعل أول أكسيد الكربون مع الهيدروجين لإعطاء الميثان والماء لكن اليوم سندخل الدلتا إتش نوت وهي حرارة التكوين سيكون لديه سالب 206.5 كيلوجول السؤال تأمل التفاعل واذكر هل التفاعل طارد أم ماص للحرارة ودرسناها سابقا طبعا الإشارة هنا سالبة في التفاعل هنا لديه طارد أحسنتم إذن تفاعل تكوين الميثان الدلتا إتش نوت هي سالبة يعني أن التفاعل الأمامي طارد ويكون التفاعل العكسي ماص للحرارة عندما أعكس التفاعل سنغير الإشارة وتعطيني إشارة مجبب التالي سيصبح التفاعل العكسي هو تفاعل ماص للحرارة الآن السؤال خمّن ماذا سيحدث عند تغيير موضع الاتزان موضع الاتزان تغيير موضع الاتزان له علاقة بالحرارة بمعنى أنني سأزيد الحرارة أو أقلل الحرارة أي تغيير في درجات الحرارة يغير موضع الاتزان وكذلك ثابت الاتزان في الثلاثة العوامل الأولى التغيير في التركيز والتغيير في الحجم والضغط والتغيير في وضافة العوامل الحفازة لا تؤثر في قيمة ثابت الاتزان كانت قيمة ثابت الاتزان ثابتة في جميعهم مهما كان من عدد مواضع الاتزان لكن تغير في درجة الحرارة هنا سيغير موضع الاتزان وكذلك سيكون له تأثير في ثابت الاتزان نحن نعرف أن معظم التفاعلات الكيميائية إما مصن الحرارة أو طاردة للحرارة في هذا التفاعل مثلا هنا التفاعل طارد إذن يمكن اعتبار الحرارة ناتج لاحظ الحرارة ستكون هنا ناتج في التفاعل الأمامي لاحظ ومتفاعل في التفاعل العكسي التفاعل الأمامي يكون بهذا الشكل السهم نحو اليمين إذن هي الحرارة هنا ناتج التفاعل العكسي يكون السهم هنا إذن الحرارة ستكون متفاعل فكأن الحرارة من ضمن المواد الموجودة سواء الناتج أو المتفاعلة بحسب السهم الموجود لديه حسب مبدأ الوتشاتليا أين سيتجه الاتزان إذا تغيرت درجة الحرارة إذا تغيرت درجة الحرارة ماذا سيحدث الاتزان؟ إذن بإذن الله اليوم سيكون الحرارة وموضع الاتزان إذا أضيفت كمية من الحرارة إلى نظام متزن فإن الاتزان يتجه نحو الاتجاه الذي تستهلك في هذه الحرارة إذن لدي الجهد، الجهد هنا نوعه حرارة إذن سيقوم بالتغيير ويتجه نحو الاتجاه الذي تستهلك فيه الحرارة لاحظ هذا التفاعل، لاحظ لديه الآن واحد، هنا بزيادة درجة الحرارة يتجه التفاعل بالاتجاه العكسي إذن زيادة درجة الحرارة يتجه بالاتجاه العكسي أي يتجه لليسار ليعطي متفاعلات مرة أخرى ويقلل من تركيز الميثان إذن زيادة درجة الحرارة تؤثر على تركيز الميثان زيادة درجة الحرارة تقلل النواتج وهذا لا نريده الآن 2 خفض درجة الحرارة يتجه التفاعل بالاتجاه الأمام نحو اليمين إذن إذا قللت درجة الحرارة يتجه التفاعل الاتجاه نحو اليمين إذا أتجه نحو اليمين إذن سيعطيني المزيد من النواتج ويكون كمية أكبر من الميثان وهذا هو المطلوب إذن خفض درجة الحرارة يعطيني مواد ناتجة فائضة زيادة درجة الحرارة يرجع التفاعل العكسي ويعطيني تقليل أو يقلل من تركيز الميثال لأنه سيعطيني متفاعلات مرة أخرى إذن ما العلاقة بين درجة الحرارة والكي اي كيو اللي هو ثابت الاتزان توقع هل ستتغير قيمة الكي اي كيو إلى تغير الدرجة الحرارة هو العامل الوحيد الذي يؤثر في قيمة ثابت الاتزان إذن ينتج عن أي تغير في درجة الحرارة تغير في قيمة الكي اي كيو لماذا؟ كلما زادت قيمة الكي اي كيو كان الناتج في خليط الاتزان أكبر كلما زادت قيمة الكي اي كيو كان الناتج في خليط الاتزان أكبر الآن انظر بزيادة درجة الحرارة يتجه التفاعل القنة إلى اليسار إذا التجاهل اليسار يعطيني متفاعلات بالتالي سيقلل من تركيز النواتج ماذا سيحدث في قيمة الأكيو؟ تنخفض قيمة الكي أي كيو عند ارتفاع درجة الحرارة تنخفض قيمة الكي أي كيو عند ارتفاع درجة الحرارة إذن العلاقة عكسية ومطردية هنا عكسية حسنتم الآن هنا خفض درجة الحرارة يتجه للتفاعل بالاتجاه نحو اليمين اللي هو التفاعل الأمامي ليعطيني نواتج بالتالي سيعطيني كمية أكبر من الميثان لذلك فإن تفاعل إنتاج الميثان تزداد قيمة الكي أي كيو عندما تنخفض درجة الحرارة إذن أيهما أفضل؟ ارتفاع درجة الحرارة أم خفض درجة الحرارة في هذا التفاعل؟ خفض درجة الحرارة لماذا؟ لأنه سيعطيني زيادة في كمية الميثان بالتالي سيكون قيمة الكي أي كيو هنا تزداد أثر التغير في درجة الحرارة على حالة الاتزان قمت بوضعها في جدول حتى يسهل عليك الآن نوع التفاعل قلنا نوع التفاعل في التفاعلات الكيميائية الثنين طارد للحرارة وماص للحرارة طارد للحرارة الإشارة فيه سال دلتا إتش هنا أقل من الصفر لاحظ مع العامل المؤثر وهنا حالة الاتزان وهنا ثابت الاتزان العمود الأول فالطارد للحرارة في زيادة درجة الحرارة ينزاح الاتزان نحو اليسار إذا أنزاح نحو اليسار الكي اي كيو يقل الكي اي كيو قيمة الكي اي كيو تقل عندما أقوم بنقص درجة الحرارة تقليل درجة الحرارة سينزاح الاتزان نحو اليمين نقص إذن سيزيد من ثابت الاتزان سيزيد من قيمة ثابت الاتزان هذا في التفاعل الطارد بالنسبة للتفاعل الماص الإشارة طبعا موجبة الدلتة اتش هنا أكبر من الصفر لأنه موجب فأكبر من الصفر الآن أيضا زيادة ونقصة زيادة درجة الحرارة ينزاح الاتزان نحو اليمين هنا قيمة الكي اي كيو ماذا؟ تزيد أحسنتم إذن ركز هنا نقص درجة الحرارة ينزاح الاتزان نحو اليسار وقيمة الكي اي كيو تقل إذن في التفاعل الطارد والتفاعل الماص في نقص درجة الحرارة وزيادة درجة الحرارة كلهم يتجهون نحو اليمين وقيمة الكي اي كيو تزيد في التفاعل الطارد والتفاعل الماص زيادة درجة الحرارة ونقصان درجة الحرارة سيتجهون نحو اليسار وقيمة الكي اي كيو تقل فركز مرة أخرى في هذا الجدول هنا التحويل بين رابع أكسيد ثناء النيتروجين والثاني أكسيد النيتروجين التحويل بينهم يعطوني لونين يستجيب للتغيرات في درجة الحرارة بشكل ملحوظ كيف نقوم بوصف هذا التفاعل؟ طبعا نتفاعل هنا ماصر الحرارة لماذا ماصر الحرارة؟ الإشارة هنا موجب لاحظ معي المتفاعلات رابع أكسيد ثناء النيتروجين لا لون له هو غاز لا لون له بالنسبة للناتج أيضا غاز لكن هنا بني اللون بني اللون فيحدث حالة اتزان ما بين الغاز في المتفاعلات والغاز في النواتج إذن هنا حالة اتزان مرة سيعطيني لون بني وعندما يعود التفاعل الأكسي سيرجع مرة أخرى إلى لون له هذا هو هنا لاحظ وهنا لاحظ وإذاً صورة أخرى هنا لاحظ تغير في درجات الحرارة لاحظ اللون في القوارير الأربعة عندما أقوم بزيادة أو نقصان درجة الحرارة إذن عند إزاحة الحرارة بالتبريد يزاح الاتزان نحو اليسار ينتج من المزيد من الغاز الذي لا لون له وهو رابع أكسيد ثناء النيتروجين إذن سيعود إلى اليسار العكس إذا أضفت الحرارة ينزح نحو اليمين ينتج المزيد من غاز ثاني أكسيد النيتروجين البني اللون إذن انظر لهذه الصورة وقم بالتلخيص هنا ماذا حدث للتفاعل طبعاً حمام بارد يقصد فيه اللي هو الثلج وماذا سيحدث في النهاية نلخص في سطرين ماذا حدث في هذا التفاعل ينحل غاز رابع أكسيد ثناء النيتروجين بمعنى يتفكك ليعطي ثاني أكسيد النيتروجين وفقاً لهذه المعادلة إذن لنلخص ماذا حدث في هذا التفاعل بالذات ارتفاع درجة الحرارة وهو المؤثر هنا ماذا حدث لتركيز كل من الغازين هنا في ارتفاع درجة الحرارة يزيد تركيز النواتج ويقل تركيز المتفاعلات بالنسبة لقيمة ثابتة للاتزان هنا يزيد سرعة الانحلال للغاز وهو المتفاعلات أيضاً تزيد لأنه زاد من تركيز النواتج بالنسبة لزيادة التركيز المتفاعلات عند ثبوت درجة الحرارة لم أغير هنا ماذا سيحدث؟ يزيد تركيز النواتج ويقل تركيز المتفاعلات ولكن هل قيمة ثابتة للاتزان هنا ستتغير؟ لا لماذا؟ لأنني قمت بتثبيت درجة الحرارة بالنسبة لسرعة انحلال الغاز ستزيد إذن الفرق هنا في قيمة ثابت الاتزان اللي هو الكي اي كيو في التغير الذي يكون في ارتفاع درجة الحرارة ستتغير قيمة الثابت عندما قمنا بتثبيت درجة الحرارة لن يتغير الثابت هذا ملخص للعوامل الأربعة كلها التركيز والضغط والحجم ودرجة الحرارة والعوامل المحفزة في الزيادة العمود الأول والنقصان العمود الثاني وقيمة الكي اي كيو أولا التركيز زيادة تركيز أحد المتفاعلات يتجه التفاعل لتكوين النواتج بينما زيادة تركيز أحد النواتج يتجه التفاعل لتكوين المتفاعلات هذا واحد اثنين قلنا النقصان إذن تقليل تركيز أحد المتفاعلات يتجه التفاعل لتكوين المتفاعلات لأنه سيعوض تقليل تركيز أحد النواتج يتجه التفاعل لتكوين النواتج بالنسبة لقيمة الكي اي كيو هنا ستكون ثابتة لن تتغير الآن اثنين الضغط والحجم ماذا سيحدث؟ بزيادة الضغط وتقليل الحجم يتجه التفاعل نحو إنتاج المزيد من المواد التي عدد مولاتها أقل بالنسبة للنقصان تقليل الضغط وزيادة الحجم يتجه التفاعل نحو إنتاج المواد التي عدد مولاتها أكثر بالنسبة لقيمة الكي اي كيو تبقى ثابتة درجة الحرارة بزيادة درجة الحرارة يكون التفاعل بالاتجاه العكسي ليعطيه متفاعلات نقصان درجة الحرارة يتجه التفاعل بالاتجاه الأمامي ليعطيني النواتج وهو الوحيد الذي يؤثر في قيمة ثابت الاتزان إذن تتغير قيمة ثابت الاتزان العوامل الحافزة وهو العامل الأخير سواء كان بالزيادة أو بالنقصان لا يؤثر لماذا؟ لأنه فقط يزيد سرعة التفاعلين العكسيين بشكل متساوي طيب القيمة لا تتأثر تبقى ثابتة إذن هذا يعطيك ملخص لقيمة الكي اي كيو فقط في درجة الحرارة التي تتغير القيمة لديك تأثير كل من المتفاعلات في النقصان والزيادة في النواتج وفي المتفاعلات وهذا الجدوى المهم جداً يلخص لك العوامل كلها في صفحة أو في شريحة واحدة ننتقل الآن إلى التجربة التغير في موضع الاتزان كيف يعمل الاتزان على تعديل وضعي عند حدوث تغير في حالة اتزان طبعاً في كل تجربة لا بد أن نملأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية الخطوات هي وضع حوالي 2 ملي من محلول كلوريد الكوبلت الذي تركيزه في 0.1 مولار في أنبوب اختبار ثم سجل لون المحلول أضف حوالي 3 ملي من حمض الهيدروكلوريك المركز إلى أنبوب الاختبار وسجل بعد ذلك لون المحلول طبعاً الحمض الهيدروكلوريك هنا تحذير لأنه يحرق الملابس والجل أضف كمية كافية من الماء إلى أنبوب الاختبار حتى يتغير اللون وسجل لون الناتج طبعاً ستكون التجربة تحت إشراف المعلم والمعلمة الخطوة الخامسة أضف 2 ملي من محلول كلوريد الكوبلت الذي تركيزه 0.1 مولار إلى أنبوب اختبار آخر وأضف الهيدروكل المركز تدريجياً نقطة واحدة كل مرة بحذر إلى أن يتحول لون المحلول إلى اللون البنفسجي إذا أصبح لون المحلول أزرق بعد ذلك نضيف الماء حتى يتحول إلى اللون البنفسجي هنا سيعطيني لونين ما بين اللون الأزرق واللون البنفسجي ضع أنبوب الاختبار في حمام ماء بارد رش عليه بعض ملح المائدة وسجل بعد ذلك لون المحلول في أنبوب الاختبار ضع أنبوب الاختبار في حمام ساخن وستجد الفرق في تغيير درجة الحرارة هنا في 6 و 7 تأثير الحرارة واستعمل الثرمومتر غير الزبق لقياس درجة الحرارة التي يجب أن تكون عند 70 درجة على الأقل وسجل كذلك لون المحلول التحليل طبعا هذه الألوان الإرجواني للمتفاعلات لاحظ والأزرق للنماتج فستعمل معادلة التفاعل أدنى للتفسير ملاحظاتك حول اللونين وهذا هو كلوريد الكوبلت في التفاعل الأمامي والعكسي طبعا في السؤال الأول يقول فسر تدفع أيونات الكلوريد الزائدة للتزان نحو الأيون أو اللون الأزرق أما الماء فيدفعه نحو اللون البنفسجي صف كيف يزاح الاتزان عند إضافة طاقة أو إزالتها بمعنى حرارة أو إزالتها بمعنى أن عندما وضعنا في الثلج أو في الماء الساخر تدفع الحرارة للتزان نحو المحلول الأزرق في حين تدفع عملية التبريد للمحلول اللون البنفسجي إذن سيعود مرة أخرى للمتفاعلات فسر من ملاحظاتك حول اللون في الخطوات ستة وسبعة ما إذا كانت تفاعل ماص للحرارة أم طارد للحرارة هنا التفاعل سيكون ماص للحرارة الخلاصة مبدأ للتشتلية يصف كيفية إزاحة الاتزان عند الاستجابة لجهد أو تغيير عند إزاحة الاتزان ازتجابة إلى تغيير التركيز أو الحجم يتغير موضوع الاتزان ولكن قيمة الكي اي كيو تبقى ثابتة بالنسبة لدرجة الحرارة إذا غيرتها هنا ستتأثر ثابت الاتزان وموضع الاتزان ننتقل الآن أخيرا إلى التقويم فسر كيف يستجيب النظام في حالة الاتزان للجهد واذكر العوامل التي تؤثر في نظام متزن طبعا العوامل هي التغير في التركيز والضغط والحجم ودرجة الحرارة يمكن أن يتحول الاتزان نحو الاتجاه الذي يقلل من أثر التغيرات ومعدلها فسر كيف يؤثر تقليل الحجم ومعاء التفاعل في كل نظام التزان مما يأتي لاحظ عندي هنا في تقليل الحجم تقليل الحجم هنا ينزح الاتزان نحو اليمين التفاعل الثاني ليس له أي تأثير بالنسبة لليمين هنا علشان هنا 1-2 مول هنا 1 مول وهنا 2 مول إذن سيكون هنا 3 مول وهنا 2 مول لن تكون متساوية المولات بالنسبة لهنا 1 مول و1 مول هنا 2 مول إذن سيكون هنا تساوي في المولات إذن ليس له أي تأثير في الاتزان سؤال 15 قرر ما إذا كان رفع دررة الحرارة وخفضوها ينتج المزيد من المادة في معادلة التفاعل لاحظ عندي التفاعل طبعا هنا دلتا إتش هي سالب 151 كيلو جول طبعا بما أنها سالب هنا القيمة سالبة التفاعل سيكون طارد للطاقة انطلقت الحرارة على صورة نواتج طبعا هنا ستكون الحرارة في النواتج يؤدي تنقص النواتج أي خفض درجة الحرارة انزياح التفاعل نحو اليمين لإنتاج المزيد من المواد الناتجة إذن سينتج المزيد من المواد الناتجة عند درجات الحرارة المنخفضة في السؤال 16 وضح الجدول تراكيز مادتين A و B في خليطي تفاعل يتفاعلان حسب المعادلة 2 مول من المادة A يعطتني المادة B كانت الكي اي كو هي تساوي الميتين هل المزيجان عند موضعي اتزان؟ طبعا هنا يتطلب أن نحسب الموضعين الموضع الأول موضع الثاني طبعا هنا 2 مول إذن 2 مول 2 سترفع على شكل أس إذن لاحظ معي هنا عندما أقوم بقسمة تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات رفعنا المتفاعلات للأس 2 طبعا أخذنا القيم الأولى 0.2 هنا للمادة B على المادة A وهو الموضع الأول فهو التفاعل الأول أعطتني قيمة 200 التفاعل الثاني لاحظ هنا هنا تركيز B هنا تركيز A طبعا لا ننسى الأس 2 وأيضا أعطتني 200 إذن في التفاعل الأول أعطتني 200 في التفاعل الثاني أعطتني 200 إذن الناتج سيكون المزيجان هنا في موضع اتزان واحد أصمم خريطة مفاهيم توضح طرق تطبيق مبدال الشتلية لزيادة النواتج في نظام اتزان وزيادة المتفاعلات في نظام نفسه الحسب طريقتك في خراءة المفاهيم ولكن هنا صورة وضحية لخريطة المفاهيم التي ممكن أن تستعين بها وتكون هنا النواتج موجودة جميعها والإجابات موجودة في هذه الخريطة إلى هنا نصل إلى نهاية الدرسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته